في البداية أود أن ذكركم بذكر الله لا إله إلا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله واصحابه لنبدأ مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم سفينة تكنولوجيا تحدثنا في الفيديو السابق عن الأشعة الكهرومغناطيسية الموجودة في الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى سواء القادمة من الشمس أو من السماء أو تلك الصادرة من الأرض معرفنا أن هناك مناطق تصدر إشاعات في الأرض تسمى جوباتيونيك زون وهي مناطق خطرة على صحة الإنسان والحيوان في هذا الفيديو سنتحدث عن المجالات الكهرومغناطيسية المختلفة الناتجة عن الأجهزة التي صنعها الإنسان ونظرا لأن هذا الموضوع يحتوي على الكثير من التفاصيل والتي نسعى جاهدي الوصول إليها عبر المصادر الموثوقة لإضاح خطورة هذه الأشعة والتي يتم التعتيم عليها كما سنتناول أحدث طرق الوقاية من تأثيراتها الضارة على مستوى الفرد والأسرة لذلك سيتم عرض هذا الموضوع في جزئين انضم إلينا لمعرفة التفاصيل عند الحديث عن الإشعاع الكهرومغناطيسي يجب أولا معرفة ما هو الإشعاع الكهرومغناطيسي الإشعاع الكهرومغناطيسي هو شكل من أشكال الطاقة الموجودة حولنا وله العديد من الأشكال مثل الضوء المرئي موجات الراديو وأشعة المايكرويف والأشعة السينية وأشعة غاما يجكل ضوء الشمس أيضا شكلا من أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية لننتقل الآن إلى أشعة المايكرويف ما هي أشعة المايكرويف بحسب موقع Science Direct فإن أشعة المايكرويف هي عبارة عن إشارة راديوية عالية التردد تسير بخط مستقيم وتستعمل لنقل البيانات لمسافات تصل إلى 100 كيلو متر عبر هوائيات تقوم باستقبال ثم إرسال البيانات إلى الهوائية الآخر وهكذا ويجب أن يكون مجال الرؤية بين الهوائيين متاحا لذلك يتم وضع الهوائيات على المباني العالية أو فوق التلال والجبال هل الجهاز المايكرويف الذي يستخدم لتسخين الطعام لديه نفس موجة الراديو المستخدمة في الاتصالات؟ للإجابة على هذا السؤال علينا العودة إلى عام 1947 عندما أنشأ الاتحاد الدولي للاتصالات نطاقا محددا من الترددات وخصصه للصناعات بحيث لا تتداخل إشارته مع إشارة الراديو المستخدمة ما نراه منتشرا بين الشباب خاصة سماعات البلوتوث والتي تستخدم نفس نطاق الترددات 2.4 جيجا هيرتز ولها تأثيرات خطيرة على العصب السمعي والدماغ إذن هل يؤثر جهاز المايكرويف المستخدم لتسخين الطعام على صحتنا؟ بكل تأكيد فيشعاع المايكرويف يمكنه أن يسخن أنسجة الجسم بنفس طريقة تسخين الطعام والتعرض لمستويات عالية من الموجات يؤدي إلى حروق الجلد أو اعتام عدسة العين لذلك يتعين على الشركة المصنعة لأجهزة المايكرويف أن تحصل على شهادة تصديق من إدارة الغذاء والدواء أو ما يعرف اختصارا FDA Food and Drug Administration بأن منتجهم يفي بمعايير السلامة الإشاعية الصارمة وعليه فإن جهاز المايكرويف التالث أو الذي به خلل قد يتسبب بتسريب للإشاعات وينصح بعدم استخدامه وأيضا أجهزة المايكرويف مجهولة المنشأ هنا نعرف مدى خطورة الإشاع المنبعثة من جهاز المايكرويف وسماعات البلوتوث وأجهزة الوائرلس المستخدمة في بيوتنا وللدلالة على قوات أشعة المايكرويف وتأثيرها المدمر ففي عام 2020 استخدمت قوات الحدود الصينية سلاح جديد أطلقت عليه اسم Poly WB1 ويعمل على إطلاق أشعة المايكرويف في اتجاه محدد وتم إطلاقه على الجنود الهنود في منطقة حدودية وكانت النتيجة شعور الجنود بالإعياء وبدأ البعض بالقيء وما تآخرون دون علم الجنود سبب ما يحدث لهم مما اضطرهم للانسحاب من تلك المواقع قال خبير الدراسات الدولية جين كارونغ لطلابه في بيكين إن الأسلحة الكهرومغناطيسية تطبخ الأنسجة البشرية وهو ما تم القوات العدو حولت قمام الجبال إلى فورن مايكرويف ماذا عن السجائر الإلكترونية؟ هل هي آمنة؟ بحسب موقع بي بي سي عربي نيوز فإن السجائر الإلكترونية قادرة على إطلاف خلايا مناعية وإلحاق ضرر أكبر مما كان يعتقد سابقا في الرأتين ويزيد من التهاباتهما فضررها كبير على البالغين أما صغير السن فضررها أكبر وفق دراسة قام بها طبيب الأورام السويسري لينارد حارديل وجد أن استخدام الهاتف المحمول على المدى الطويل من 5 إلى 10 سنوات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بورم العصب السمعي والورم الدباقي وهو نوع من سرطان الدماغ وإنه يجب منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة إلا في حالات الطوارئ حيث يشعر أن خطر الإصابة بالسرطان أكبر لدى الأشخاص الذين بدأوا في استخدام الهواتف المحمولة قبل سن العشرين ووفق دراسة أجريت لألف واثنان وثمانون رجل تبين التأثير الأكيد لأجهزة الهواتف الحديثة وشبكات الواي فاي بتقليل نسبة الخصوبة لدى الرجال رابط الدراسة في صندوق الوصف هل هوائيات إرسال واستقبال إشارة الراديو وإجهزة الواي فاي تشكل تهديدا حقيقيا على الصحة؟ فبالنسبة للأشخاص الذين يقطنون قريبا من هذه الأبراج على بعد 300 متر وعلى مدى عشر سنوات يعتبرون طبيا معرضين للإصابة بالسرطان وبمعدل ثلاث أضعاف مقارنة بالأشخاص البعيدين عن تلك المناطق هناك العديد من الدراسات التي أجريت أشارت إلى ضرورة وضع أبراج الاتصالات بعيدا عن المناطق السكنية بمسافة لا تقل عن 400 متر وحتى مسافة الأربعمائة متر ليست آمنة وحسب موقع هندستان تايم فإنه تم تأكيد إصابة سبعة أشخاص بالسرطان منذ تركيب أبراج الهواتف المحمولة في الحي إثنان منهم مات كلبهم متأثرا بالسرطان أيضا ورغم الكثير من حالات الإصابة بالسرطان والأمراض الخبيثة في مختلف دول العالم نتيجة لأبراج الاتصالات إلا أن شركات الاتصالات تنفي كل ذلك عبر مواقعها وعبر الدراسات التي تمولها بعد موجود أي خطر على حياة الناس من استخدام أجهزة الموبايل أو أبراج الاتصالات لذلك كافحة الشعوب على منع تركيب أبراج الاتصالات في أحيائهم أو بالقرب من المدارس لعلمهم بخطرها لمزيد من التفاصيل يمكنكم الرجوع إلى المصادر في صندوق الوصف بهذا الفيديو أما الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية IARC International Agency for Research on Cancer لم تستطع أن تنكر ذلك بسبب التقارير القادمة إليها من مختلف دول العالم لذلك لجأت إلى القول أن الإشعاع الصادر من الهواتف المحمولة وأبراج الاتصالات من المحتمل أن تكون مصرطنة للإنسان وقد يسبب الورم الدبقي وهو نوع من سرطان الدماغ وتعتبر أبراج الاتصالات أكثر خطورة من الهواتف المحمولة لأنها تصدر إشعاعات عالية الكثافة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وبالنسبة لعمال صيانة أبراج الاتصالات فيجب أن يظل العمال على بعد ستة أقدام من هوائي واحد أو على بعد عشرة أقدام من مجموعة من الهوائيات يعود هذا الفيديو إلى العام 1960 حيث أجريت تجارب عن تأثيرات الأشعة الصينية على دباب الفاكهة والأشعة الصينية كما ذكرنا سابقا هي شكل من أشكال أشعة الكهرومغناطيسية فكانت النتيجة نمو الدباب بأجنحة صغيرة وأخرى بأجنحة إضافية وثالثة باعين بيضاء وعند وضع خلايا الدباب تحت المجهر تبين أن هناك خلايا سليمة تنقسم فيها الكروموزومات وتتباعد ويحدث انقسام للخلية فينتج عن ذلك خليتان لكن هناك نوع آخر من الخلايا لا تستطيع فيه الكروموزومات بالانقسام فالبعض منها مجزة والبعض الآخر لا يعمل بطريقة سليمة وهناك كروموزومات قد تغير شكلها الطبيعي وأخرى تفشل في عملة الانقسام لإنتاج خلية جديدة وكذلك تؤثر رشعات الكهرومغناطيسية على النباتات مثل الدرة فيكون المحصور رديد نراكم في فيديو قادم إن شاء الله